منتصف اكتوبر من العام قبل الماضي اجداحت ميليشيا الحوثي محافظة الحديدة غربي البلاد وسيطر عناصرها لاحقا على مفاصل ادارات الدولة كما هيمنوا على سلطتها المحلية ودخلت المحافظة في حالة مضاعفة من المعاناة والاهمال غابت المشاريع والخدمات وصار الظلام والاوبئة والفقر والحرمان جزءا من حياة السكان بالتزامن مع اتساع نشاط الميليشيا الانقلابية التي راحت توزع الشعارات وصرخات الموت لامريكا واسرائيل واقوال زعمائها غير الاسوياء بينما تقتل وتتسبب بموت الالاف من ابناء هذه المحافظة وغيرها من المحافظات الاخرى هنا لافتات تتحدث عن نصرة المستضعفين في المدينة من خلال عودة التيار الكهربائي غير انه ما من ضوء عاد سوى ان المدينة تغرق كل يوم في الظلام اكثر لا يبدو ان الميليشيا تدرك ان شعاراتها لم تعد تنطلي على احد وان الاستقواء بالرصاص والزيف صار غير ممكن حين تكون الحياة امرا صعب المنال